موسيقى خذها قاعدة كن مسؤولا عن حياتك توقف عن أنك أنت تشعر بأنك أنت الضحية يا مسكين يا أنا ما حد فاهم لي وأنا يا ما عانيت ويا ما عطي توقف توقف عن هذا الشعور توقف أن تشعر بأنك أنت الضحية هناك تقريبا بحدود 30 إلى 35% في المجتمع يشعرون بينهم ضحية وهذا ولا يجلبون الظلم طوال الوقت ويجلبون مشكلة لحياةهم طوال فتوقف أنت لست ضحية أنت قائد هذا الباص هذه السيارة أنت السائق مال أنت مش منتبه تقعد بالسيارة وتشتقي تقول والله كذا وما ضبطها وكذا هذه ما ضبط البريك وقف صلح البريك ما ضبطت سيارة ودها المصلح صلحها أنت المسؤول عن هذه السيارة التي تقودها أنت مسؤول عن حياتك توقف أن تدلع على القدر قاعد تدلع على القدر إيش معنى حنا لما تعطينا وجمع كأنه مؤبوي القدر القدر سيستم سيستم ماشي نظام ما يعرف القدر مو يقدر القدر تقدير ما لا علاقة بالمسألة التقدير الاحترام لها علاقة في التقدير يعني مقدر يعني إن كل شيء خلقناه بقدر يعني خلقناها بنظام بسيستم خلقناها بتقدير دقيق فتدلع على القدر ما توصل الفكرة أنت قاعد تتكلم مع سيستم سيستم ما يتعمل مع دلع أخذوا عطوا نتائج توقف عن الإسقاطات هاشتاك إسقاط الديون مستمر لليوم العشرين لليوم الخمسين لليوم الأمية لليوم الثلاثمية ماصرين لليوم الثمانمية تعرف شنو معنات اليوم الثمانمية يعني طاف عليهم تقريبا ثلاث سنوات يعني هذا اللي خذ قرض المفروض أن يكون سدد نصة لحن يمكن سددها بعد يعني فهولا حن مستمر ليش لأن بمجرد ما حيسدد عليه القرض سيأخذ قرض جديد هذه قاعدة وذلك أي دولة مواعية أو أي مجتمع أو أي حكومة بالأحرى مش واعية هي حتى تتخذ قرار دائما تسدد يعني القروض مالة الناس ما يصير هذا السيستم مفسد يفسد الإيكولوجي فاسقاطات اسقاطات طب الحكومة طب هم يسرقون طب هم يبقون طب توقف توقف وابني حياتك صح توقف عن الأعذار نحن نقول كن إنسان مسؤول معناه أنا ما أشعر بينا الضحية ما أقعد أدلع على القدر ما أقعد أسقط وأتوقف عن الأعذار you have to do what you have to do واحدة من أجمل definitions التفسيرات كده والتعريفات في قانون الوفرة ما هو قانون الوفرة الجواب you have to do what you have to do هذا قانون الوفرة أنك أنت تسوي اللي المفروض أنك تسوي بس غالب الناس هو يتصرف أقل مما يجب طب الحكومة يجب هو هذا الحد يعني الخط الأحمر أقل مما يجب معناته دخلنا في مشكلة غالب الناس يتصرف في أقل مما يجب عليه أن يتصرف مش مسؤول يعني مستمر في الإسقاطات مستمر في الأعذار أعذار 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 حتى ملت الأعذار منه لذلك كن مسؤولا معناته توقف طب كن مسؤولا معناته إيش ارسم أنت حياتك ارسم رؤيتك للحياة ما هي رؤيتك قالب الناس لو سألته شنو رؤيتك للحياة يعني رؤيتك الخاصة المقصود شنو رؤيتك أنت لحياتك أنت هل تعلم بأن أنا أتحدى إذا طلعت بخمسة في المئة من الناس عنده رؤية واضحة عن حياته ما يدري حياته عبارة عن يوميات يعني يجلس يلا خنشوف شاء الله يابلنا اليوم خنشوف القدر شوما بتحامل معنا كذا يومه يبدي وبعدين يشوف هو ردد فعل عمره ما كان فعل هو ردد فعل الشخص الواعي المسؤول هو الذي يرسم رؤية حياته ما ينتظر يرسمها مع نفسه يرسمها مع آخرين يرسمها مع تايم لاين يرسمها مع بيئة مع أسرته مع شركته بس هو عنده رؤية مرسومة رغم اثنين يرسم خطط لديه خطط واضحة ايش اللي هو بيسويه ويتابعه يعني يعني بمعنى آخر ما يعطي حياة اهتمام فلذلك الحياة تعطيه في المقابل لأنه مهتم فيها فالحياة قاعدة تعطيه المطلوب معنى سيطر على حياتك لا تفلت الحياة سيطر سيطر على حياتك هذه حياتك سيطر عليه مثلا لما يكونوا واحد عندها شركة سيطر على شركتك واحد قاعد يقود سيارة سيطر على قيادتك واحد جسمه حس تعب سيطر على صحتك لكن الناس ترمي ترمي من كده لما قالوا لهم مرض ولما قالوا لهم مباوك بسرعة صدقوا صدقوا سووا كده سووا على طول ليش غير مسؤولين غير مبالين بالتالي هم سهلين الانقياد ما عندهم لا خطط ولا رؤية هم تعاملهم يومي قالوا لهم صار كده اليوم قالوا لا صار كده ايه نعم صار كده طيب شنسوا سووا كده طيب حاضر ماكو شي هم ردة فعل ليس لديهم فعل هم ردة فعل سيطر سيطر على ايش رقم واحد سيطر على عقلك مثل الخوف اليوم اللي موجود عند الناس كده هو خوف بمخ الناس بس بس بعقولهم بس لأن الحذر مطلوب لكن الخوف لا الخوف عائق وتكلمنا عنه كثير دردشنا فيه كده فأول شي سيطر على عقلك طريقة تفكيرك لما التفكير ينحني كده ويروح إلى الجانب سلبي كده الناس يتصلون تلفون في بعض يقعدون يشتكون ويخوفون بعض سمعت الخبر اللي كده ويخبرون بعض بخبار سيئة سيطر على عقلك سيطر على عقلك ما لا داعي تخبر الناس طول وقت هذا المسائل لذا كنت أنت هذا شغلك مهتم في هذا الموضوع أو يعني شي خصك أو جزئية خصكم أنتوا في الحديث سيطر على فكرك الفكر ليس رح ويروح ويتبنى فكر غلط فأنت كأنك قايد سيارة وتارك المقودة والسكان كده من تماسكه تارك السيارة تمشي طب هتروح وغلط هتصدم لازم أنت تتحكم فيك هذا الفكر اللي لم تتحكم في فكرك تحكم فيك يعني عقلك اللي لم تديره أدارك وخطر خطر جدا عقلك يديرك خطر جدا طب عيش قصدك عالمي اللي يدير يدير وعيك يدير قلبك قلبك هو الذي يستعين في الوعي للإدارة طب ما استخدم عقلك لا تستخدم عقلك بس العقل لك خادم مش قائد عقلك خادم لك يخدمك في التحليل في التفسير في القياس أنت تستخدمه لهذا الموضوع مش تستخدمه لقيادتك يعني واحد ما أعطي السيارة القيادة ما يصير أنت القائد للسيارة مش السيارة القائد أنت قائد السيارة فعقلك هو السيارة أنت القائد أنت اللي تقود عقلك سيطر على مشاعرك في بعض الناس ماشي تقول مية تكب 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 بعدين الماء يفيض على الكوب كده بره مشاعر فياضة بسرعة يعصب بسرعة ينزعج بسرعة يزعج بسرعة يتنكد بسرعة معرفش إيش بسرعة إيش هال مشاعر وين الكنترول وين كنت أقول لا ضابط خلاص كده ما بيعصبه ما بيعنكد ما بيع أوكي حصلت مرة فلتت مرة أوكي بس مش كل مرة قائد السيارة قد تفلت منها السيارة بعد الأحضان قد يروح شوي على اليمين يمين قد يعني ما ينتبه لي كده ما شي بس مش رايح يمين وراح يسار وراح لا سكرانه لابزم يصير قائد السيارة ماسك القيادة نفس الشي بالمشاعر ما أترك مشاعري راح إلى أقصى اليمين راح إلى أقصى نازلة فوق نازلة تحت صعدة فوق صعدة تحت بايبولر مش مرض يعاني منه بعض الناس مرض يعاني منه معظم الناس معظم الناس يعانون من بايبولر مشاعرهم نازلة هابطة مشاعرهم صعدة فوق مشاعرهم نازلة مشاعرهم صعدة أيضا سيطر على أعمالك أعمالي اللي فيها إنجاز فيها كذا ومقسمها ما بين المتعة والمعنى مقسمها ما بين الشيء اللي أنجز فيه وأحقق وأعمل وكذا وبين أيضا اللي أستمتع حياتي مش كلها شغل حياتي لازم يكون فيها متعة فقادر أسيطر وأوفق بين المسألتين خذ هذا التمرين شوف وين أكثر مجال يحتاج إلى أنك أنت تعمل شوي على تحكم هل هو الفكر أم المشاعر أم الأعمال والتصرفات هذه كلها الكنترول عندك ما ذكرت أي شيء بالخارج ذكرت شيء عندك عليها كنترول أنت متحكم في أفكارك أنت متحكم في مشاعرك أنت متحكم في أعمالك وين اللي تحتاج فيه أكثر أنك أنت تمسك تحكم عليه أكثر وخذها قاعدة كن مسؤولا عن حياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر